اشتركوا في القناة 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 سنتين ونص تقريبا في كل برج ودائما زحل عمره ما كان إيجابي في أي برج يعني اللي بيجي بقولك الهابط والكوكب المحترق وفي مش عارف إيش رب البيت اللي مش عارف شو هو سبب نحوسته هو زحل هذا زحل ما إلو علاقة لا يعني كان في بيته كان في الجدي من المفروض أنه في ناس أجد قال بما أنه دخل الجدي فسوف ينعكس عليك ويعطيك إيجابيات خسف الدنيا في موليد برج الجدي دمرهم بخلال السنتين ونص الماضيات عمل لهم مشاكل إلها أول ما إلها آخر دخلهم بالحيط بمعنى آخر بسبب الضغوطات والمشاكل اللي نحطوا فيها هاي الضغوطات دائما بتيجي من زحل زحل تواجده دائما اسمه هذا المعلم الصارم ووجوده في أي برج دائما بحدث مدرسة عنيفة جدا للأشخاص بيربيهم أو بسقلهم أو بطورهم فما في واحد بدخل زحل عنده على برجه وبقول لك واو أنا كانت سنة المثالية ممكن سنة المثالية على حسب الخارطة كواكب أخرى دعمته ولكن إجمالا بنسبة تسعين لخمسة وتسعين في المية من موليد البرج بيعانوا بشكل كبير دائما من وجوده يجي واحد يقول لك أنا عندي أنا ببيعك حجر كريم وببيعك مش عارف إيش قلادي لزحل وترد تأثيراته السلبية ومش عارف إيش قل له تز فيك إذا أنت بتفهم في إشي أنت زن من الصاب هاي علم الثاني لا سبيكة ولا حجر كريم ولا لو بتلعب جنباز ماشي هسا بدي يطلع على أشخاص بقول لك لا الدعاء يرد هذا ماشي الدعاء وتكون مع الله وتصبر على الاحتمالات وتصبر على الأوضاع وتشحن حالك بطاقات إيجابية وتصير عقلاني زيادة عن اللزوم ده تجمع كلهم مع بعض تفكر في أي خطوة في أي مسألة تدرسها بشكل كامل بدون تسرع عشان المعلم اسمه المعلم هو بدي يعلمك بدي يعلمك كيف أنت تطلع شخص غير الشخص اللي أنت معتاد عليه غير طبيعتك فعشان هيك هذا هو المعلم الصارم الآن لما هو بدي ينتقل دائما في البرج عادة هو بنتقل للبرج اللي بعده يعني مثلا هو في الجدي في عادة هو بنتقل لبرج مثلا الحوت وبعدين بتراجع برجع للجدي مرة ثانية وبعدين بيطلع من الجدي وخلاص ما برجع له المرة هاي الرجوع رجع طبعا التأثيرات السلبية أو عنفها السنة هاي زي ما ذكرت أنا في توقعات السنة أنه بتركز على العشرية الأخيرة آخر عشر أيام من موليد برج الجدي وأول عشر أيام من موليد برج الحوت هم اللي بيحسوا بضغطات زحل الآن هو رح يظل طول السنة تأثيراته بس على هدول العشرة هدول والعشرة هدول في ناس بيقول لك لا الخمسة آخر خمسة وأول خمسة هم اللي بتأثروا من زحل إحنا عادة من أخذها على سبع درجات فعشان هيك منقول بأخذ العشرة أنا هيك حساباتي عشان هيك أنا بتكون أقرب للواقع لأنني بعطي التأثيرات بشكل إيجابي وأنا دارسها بشكل جيد يعني هاي الأمور وجربتها على سبع درجات وأعطت نتائج يعني كانت أدق بالتفاصيل عشان هيك منقول إنه هو لما ينتقل للحوت رح يقعد سنتين ونص يعني رح يقعد يوم سبع ثلاثي ألفين وثلاثة وعشرين وبعدين بطلع من عندهم وما برجع ما رح يرجع لهم مرة ثانية في التراجع يعني برجع لأول درجة من أوليد برج الحوت ماشي وبعاود بكمل فيهم بس ما برجع للدلو فعشان هيك هو رح يتواجد في الدلو لغاية سبع ثلاثي ألفين وثلاثة وعشرين وبعدين بطلع من عندهم على الحوت وخلص انتهى ما رح يرجع لهم مرة ثانية فعشان الفترة هاي بتكون انتوا تدرسوا انه هذا المعلم الصارم تحتاطوا ما تدخلوا في مشاريع ما تدخلوا في اشياء بدون دراسة كاملة لانه اعرف انه زحل قاعد بامتحنك في كل خطوة يعني بدك تحط انه في اشي او انت في فترة امتحان بتتطلب منك الاجتهاد الزيادة وعدم الاعتماد على الحضود وكل برج طبعا له تأثيرات من تأثيرات وجوده دائما في بيته يعني بنعتبره بيت لا له فعشان هيك بتكون له تأثيرات بتعتمد على تواجده في اي بيت وهي رح نشرحها ان شاء الله في فترة رجوعه ودخوله على الدلو رح نحكي تأثيراتها لكل الابراج ورح نحكي بيأثر على ايش وكل واحد ينتبه على ايش لانه هو بركز على جزئية معينة يعني هو دخل على الدلو مش يجي يقول موليد مثلا الاسد لا عادي ما هو في الدلو مش عنا لا مواضف بيت شراكتك المالية والعاطفية لما كان لما هسا موجود في الجدي بيأثر على اخر عشر ايام من الاسد مثلا على امور لها علاقة بامور الصحة لانه في بيت الصحة والمال والعمل فكل برج له تأثيرات معينة ولما نصل لها ان شاء الله رح نشرحها واذا انتو بدكو اشرح لكو اسوي لكو حلقة على التأثيرات هاي احكولي بالتعليقات تحت وانا ان شاء الله رح اعمل لكو حلقة منفصلة تماما عشان اشرح لكو عن المعلم الصارم وايش تأثيراته بمسيره الامامي او بتراجعه اللي بكون اكثر نحوسي دائما ونشرح هاي النقاط بشكل اكبر عشان ما نطول بس حبيت اني انا اجاوم بشكل مختصر للجميع خلينا نروح على توقعاتنا اليومية ليوم السبت اربعة سبعة ونشوف القمر اللي رح يكون موجود بالقوس ورح ينتقل في ساعات الصباح للجدي طبعا احنا حكينا انه الفترة الماضي كان القمر موجود بالقوس هو في منزلة البلدة هاي المنزلة للثبات والربح والسلامة ورح يستمر في هاي المنزلة حتى ساعات الصباح طبعا احنا الان في فترة خلوه مسار خلوه المسار مستمر فعشان يكن من الان ولغاية الساعة أربعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن بدنا نزيد عليه ثلاث ساعات يعني اربعة خمسة ستة سبعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا يعني بكون القمر انتقل وخلص استقر في برج الجدي وعادة فترة خلوه المسار منحكي فترة نحسة ما تقوموا باي شيء جديد لا توقيع عقد ولا خطبة ولا زواج ولا شراء شيء ثمين ودققوا على تفاصيله على اوراقه على اشياء هاي لانه عادة هاي فترة نحس فما مننصح حدا يعمل فيها اي اشي اشي جديد ولكن انه ممكن انك انت اشي ناوي عليه من قبل ساعة الخلوه المسار ومتفق عليه وتممته في ساعة خلوه المسار بتكون لصالحك طبعا وبما انه رح ينتقل للجدي في ساعة الصباح رح يكون في منزل ساعة الذابح اللي هي للعلاج والفراق والخلاص او للحرية وتأثير القمر لما بكون بالجدي بنعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفة اثرية والبدء بحمية او شراء بوليس التأمين اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا ثلاث زوايا فلكية خلال هذا اليوم اول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 11 و 27 دقيقة بعد الظهر هاي بتخلق عنا نوع من شعور بالملل او من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 6 و 12 دقيقة مساء بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وورانوس رح تكون في تمام الساعة 10 و 18 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبالنسبة للقمر بما انه موجود بالجدي معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 6 سبعة رح يكون في تمام الساعة 9 و 35 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بيجي واحد بقولك 9 و 35 هي ظهرا بالنسبة للاردن ظهرا لانه منحسب تسعة 10 11 12 35 هي فترة اذان الظهر فهي منقول ظهرا وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و 8 8 دقائق برضو ظهرا لا حديد ما يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المكتمل يعني تقريبا بدأ يكتمل او مراحل اكتمال البدر عمره 13 يوم في تمام الساعة 4 و 19 دقيقة بعد العصر بصير عمره 14 يوم نسبة الاضاءة 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة المزاج منتحس القمر في القوس والجدي حتى يوم 6 سبعة المزاج سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 سبعة المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة المزاج سعيد 9 تسعة بيبدأ عملية التراجع ولكن مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة يعني مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه ممتزج اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة للبيت الاول بدناش نحكي احنا تأثيرات القمر من البداية عشان في اشخاص غالوا انه انت بس توصل عند البيت بتقول كما ذكرنا بكون نسي انا شو حكيت في الاول فبدنا نشرح بالبيوت ونحكي من خلال البيوت تواجد القمر وين لما نصل البيت الموجود فيه والتأثيرات الي رح يؤثر عليها كقمر بسمع عامي على الجميع بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور تقريبا على المستوى النفسي فيها نوع من انواع الطاقة الايجابية يعني مشحون الطاقة الايجابية عندك ثقة بالنفس عندك يعني نشاط عالي جدا صحيح انه بعض الزوايا بتأثر بشكل سلبي انه بتخلي عندك هيك زي يوم روتيني او ملل او او بتضوج من بعض المسائل ولكن اجمالا الوضع ايجابي على المستوى بتقدر تشحن حالك بطاقة ايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكينها قوية برضو على المستوى المالي بتعملك نوع من انواع الفرص اللي الها علاقة بالمال فممكن تحصل بعض المكاسب المالية وممكن تهتم ببعض الامور المالية خلال هذا اليوم ولكن اغلب المكاسب دائما بتيجي من عمل اضافي او هبات او مساعدات او اموال مستردة او نوع من انواع الهدايا اما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث قوي جدا وبيدعمك على مستوى تنقلاتك حواراتك نقاشاتك سرعة بديهتك برضو انت مقنع بشكل كبير خلال هذا اليوم برضو ممكن انك انت تنشط باكثر من تنقل او اكثر من اتصال ويدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعامل جيد مع اخ او جر اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء ما زالت ضاغطة على مستوى البيت بسبب عطارد والشمس اللي موجودين فيه واللي اتنين بشكله يعني الشمس بتشكل زوية تربيع سلبية فعشان هيك منتحسة وعطارد برضو هو بتراجع منتحس فعشان هيك اغلب المشاكل او الضغوطات بتكون على مستوى البيت فايشيء له علاقة في البيت او في العقارات او في العائلة تقريبا بيكون فيه اشياء ممكن تسبب على اشخاص مختلفين يعني الناس ممكن مشاكل بالبيوت انه ترحيل او اجبار على ترك السكن او اشياء من هذا القبيل او بتركم عليهم دين فيه اشخاص مشاكل مع افراد العائلة وفرض السلطة وخلافات ومش منسجمين مع بعض فيه ناس لا الامور بتنصب على ديكورات وتغييرات وتكون الامور مرهقة او بيكون الامر فيه من وراء تعب عشان هيك البيت الرابع هو سلبي بالفترة اما بالنسبة للبيت الخامس الاجواء تقريبا العاطفية جيدين انت مشحون بطاقة عاطفية عالية وهي بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين احبائك او ما بينك وبين الحبيب او بعلاقة غرامية ممكن تهتم باحد الابناء بالفترة هاي برضو بشكل ايجابي وممكن تحملك نوع من انواع المصالحة او استغلال الحضوض اللي ممكن تدعمك في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحيي انها جيدة على مستوى العمل فممكن تفتح لك بعض المجالات اللي الها علاقة بالعمل او عمل جديد او تطور من عملك او تهتم بانجاز بعض الاعمال بطريقة جيدة وفي منك راح يهتم ببعض المسائل الصحية او مراجعة طبية او اهتمامات الها علاقة بالوضع الصحي اجمالا اما بالنسبة للبيت الثامن فهو على مستوى الاموال المشترك برضو بيدعمك بشكل قوي وبيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشركاء او الشريك العاطفي كالازواج او ما بينك وبين بعض الاشخاص اللي انت متشارك معهم بعمل او بتبدأ بمناقشة موضوع الو علاقة بالشراكة او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الثامن برضو بتدعمك بقوة فممكن تهتم ببعض الامور اللي الىها علاقة في بنك او ضريبة او تأمين او المستردات المالية او امور الها علاقة انت بتكون مدين اشخاص بتحاول تحصل منهم بالفترة هاي او بتنشط بترتيب حساباتك ودفعاتك يعني الو اجواء تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع واللي موجود في القمر فعشان هيك من الان بتنشطوا يعني بتتضلها الامور الها علاقة بالنشاط في امور الها علاقة بالدراسة او السفر او الاتصالات البعيدة الى غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت العاشر لالكم فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول عملكم والمصالحة الاجتماعية اهم اش انك ما ترتج المواقف والتصاريح او التصريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات او بتواجه امر صعب ومعقد اهم اش انك تلتزم بالمسئوليات يعني الفترة هاي بتحملك اشياء واعدي اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة فهاي بتدعم من علاقاتك ومعارفك فممكن هاي الفترة تجمعك بلقاء او نوع من انواع الدعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء اصدقاء او التواصل معهم او الاهتمام بشأن بتعلق باحد الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او ممكن تهتم باحد الاحبة برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم انت مدعوم بطاقة ايجابية وحيوية وبرضو عندك سرعة بديهة عالية وعندك رغبة لانجاز كثير من الاعمال والاهتمام بشكلك او بهندامك او مشتريات بتتعلق في اشياء العلاقة بالتجميل او بالازياء اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء برضو بتدعمك على المستوى المالي يعني برضو في فرص مالية خلال هذا اليوم ممكن تيجي الاموال عن طريق عمل اضافي او هبات مساعدات نوع من انواع الدعم او المساعدة او مشروع جديد او فكرة جديدة او تنجز اعمال فانت صحلك مكافأة يعني بتفتح مجالات كثيرة على مستوى الامور المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الاجواء ضاغطة بسبب عطارد والشمس فعشان بتسبب لك بعض الضوطات اللي الها علاقة بامور مثل التنقلات او الاتصالات او العصبية او عندك كثير من المهام او تنقلات الكثيرة بالسيارة اهم ايش انك تنتبه اثناء قيادتك واثناء نقاشاتك من العصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت فبتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة وممكن يكون في لقاء ودي او مصالحة او فكرة معينة او نقاش معين حاول انك تكون انت عنصر ايجابي للتقارب وللتصليح ما تعمل نوع من انواع النفور ممكن يكون لك بعض الاهتمامات كمشتريات او اشياء لها علاقة بتصليحات او تعزيل او اهتمامات منزلية بتكون بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي وبتعمل نوع من انواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الاحبة او ممكن اليوم تفكر فيه خروجة او تغيير جو وخصوصا من الساعات ما يعني فترة الظهر حتى المساء اما بالنسبة للبيت السادس فبدعمك على مستوى الامور اللي الها علاقة يعني باشياء اه مثل العمل او اهتمام بعمل او انجاز بعض المعاملات او اهتمام بمساء العمل بشكل قوي جدا تحاول تنجزها خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء روتينية على مستوى بيت الشراكي فما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع شركائكم وخصوصا شركاء المال او الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فالقمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فعشانيك بتظلوا مشغولين في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة اهم شيء انك تخففوا من النفقات اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا رح ينتقل القمر في ساعات الصباح للبيت التاسع لالكم فبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ممكن الفترة هاي تحملك لقاء او فرصة بتفتح امامك ابواب الها علاقة بالسفر او التسويق او النشر او الدراسات العليا ممكن تفرح بالفترة هاي لانتصار او لرحلة او لمشاركة ناجحة اهم شيء انك تتحرك في مختلف الاصعدي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك نوع من انواع التعامل مع زملاء او مع رئيسك بالعمل وممكن تسمع كلام اطراء يعني تنجز شيء مميز فيعني يتنو عليك او يشكروك على سبب الجهد او على سبب العمل اللي انت انجزته اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد لغاية ساعات العصر بدعمك او بدعم من علاقاتك ومعارفك وممكن يكون فيه نوع من انواع المصالحة او التقارب ما بينك وبين بعض الاصدقاء او اطمئنان عليهم او طلب المساعدة منهم او هم يطلبوا منك المساعدة ولكن الاهم انك انت ما تكفى الحد بالفترة هاي ماليا خصوصا على اساس انه انت الفترة هاي فيها نوع من انواع صعوبة على البيت الثامن اما بالنسبة لها بيتك 12 بيت 12 تقريبا يعني ما زالت الاجواء هي روتينية ولكن انه برضو بتساعدك في انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بشؤون صحية ممكن بعضك يشعر ببعض التقلبات الصحية اللي بتطلب منه نوع من انواع الاهتمام اهم اشي انه انت تأخذ قسط كافي من الراحة ما ترهق حالك كثير وفي نفس اللحظة ممكن تهتم بصحة احد الاحبة برج الجوزاء بالنسبة لبيت الشخصية البيت الاول فانا شايف دعمك بشكل جيد يعني بمعنى اخر اليوم عندك ثقة عالية بالنفس رغم ان القمر مقابلك وبدأ يتحرك للبيت الثامن ولكن ايه رغم هيك انت شوي عندك نوع من انواع الطاقة او الحماسة او حابب انك تعمل تغيير بالفترة هاي عندك رغبة لانجاز كثير من الامور وبرضو عندك اهتمام فيك كشخص اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ما زالت ضاغطة على الامور المالية فهي بتعمل من انواع البلبلة او الاضطراب المالي او مصاريف او قلق من مسألة مالية ممكن انه يعني تفكر في مشروع او بمكان نجدل اليك ولكن الامر بحاجة لوقت حاول انك تنتظر بالنسبة للامور المالية لغاية ما ينتهي تراجع وطارد اقل ما فيها يوم 12 الشهر وبنتهي تأثيره السلبي يوم 15 فهي بصير فيه يعني شوية مجال او نوع من انواع الدعم اللي ممكن يساعدك على اساس انك انت تغطي الالتزامات او الضغوط المالية اهم اشي الرغبة الملحة اللي عندك للاسراف حاول انك انت تضبطها وما في داعي لانه الوضع متقلب على المستوى المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات عندك نشاط عالي وبرضو عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك الفترة هاي بتحملك اشياء ايجابية بالتواصل او بالنقاش او بالتسويق اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الاجواء برضو جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة فممكن تنجز عمل مشترك او تهتم بامور العلاقة بالعقارات او اللقاءات او يكون لك تعامل مع اخ او مع جار بالفترة هاي بشكل ايجابي وبرضو في نفس اللحظة بتساعدك على انجاز الاعمال المنزلية وبتفتح مجالات للتقارب والمصالحة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة على المستوى العاطفي برضو بتدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار وهاي بتعمل نوع من انواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الاحبة يعني ما بينك وبين الحبيب وبرضو ما بينك وبين الابناء وما بينك وبين احد الوالدين اهم اشي انه بالفترة هاي انك تعمل تقارب عاطفي ما تعمل نوع من انواع الخصومة ويسيطر عليك تقلب المزاج بسبب تواجد القمر في بيتك السابع فحاول انك تستغل الفترة هاي بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت السادس فهو بيدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الاشياء الايجابية الصحية فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بالشأن الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فهو زي ما حكينا هو القمر مقابلك مباشرة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيكون ضاغط عليك بشكل يعني مباشر على الصحة والتقلبات الصحية وبرضو بيحدث لك بعض المشاكل على مستوى الشراكة فعشان هيك بيظل اهتمامك كامل لغاية ساعات الصباح في امور الها علاقة بشراكتكم المالية والعاطفية وممكن تعمل نوع من انواع تقارب ما بينك وبين الشريك ولكن في منكم ممكن يدخل بخلافات خصوصا مع الازواج او بين الازواج او يكون في ردة فعل سلبية اما بالنسبة لساعات ما بعد الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن انكم تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمئن بالكم وبتفرح لتطور ما على المستوى المالي فترة جيدة لتصحيح الاخطاء او لتكرار محاولة سابقة على المستوى المالي فممكن انت اليوم تهتم بهاي الامور صحيح انه في بعض الضغوطات اللي ممكن تيجي عن طريق مؤسسات مالية زي البنك والضريبة والتأمين ولكن هاي على قلة من موليد برج الجوزة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى امور الها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تحمل لك الفترة هاي كثير من التنقلات او الاتصالات او الحوارات او تهتم بشخص خارج البلاد في ساعات المساء ممكن تسمع خبر يزعجك او شيء يعني بتعلق بشخص خارج البلاد هيك يسبب لك نوع من انواع التوتر ولكن اجمالا الاجواء ايجابية حتى على مستوى الاوراق القانونية والمعاملات وعلى مستوى اشياء الها علاقة بالدراسة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء برضو بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالسمعة فممكن اليوم تعزز سمعتك وتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين بعض الاشخاص او العلاقات وممكن تنجز بعض الاشياء بمساعدة اشخاص يساعدوك خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعامل مباشر مع زميل او مع رئيسك في العمل لانجاز بعض الامور المهمة اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيت الصداقة فانت اليوم برضو مشحون بطاقة للتواصل مع اصدقائك او للتقارب معهم او ممكن يكون لك نشاط معين لرفقتهم او للاجتماع فيهم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيحدث نوع من انواع التقلبات فممكن يجيك عمل مفاجئ او ممكن تهتم بشؤون صحية بشكل مفاجئ او بصحة احد الاحبة برضو بشكل مفاجئ اهم اشي انك تهتم بكل الامور هاي اللي احنا ذكرناها وتنتبه على صحتك وما تجهد حالك زيادة برج السرطان طبعا بالنسبة للقمر رح يكون متواجد في بيت الصحة والعمل ورح ينتقل لبيت الشراكة عندكم ولكن نبدأ من البيت الاول ونشوف الوضع بالنسبة للبيت الاول معروف انه هو ضاغط عليك نفسيا وعصبيا بيعمل تقلب من المزاج او ملل او حدية او افكار سودة او بوساوس ضغوطات يعني بتعمل عندك نوع من انواع التقلب وبرضو انك تعمل تمشي يومك على شكل روتيني هذا برهقك بزيادة فبتطلب الفترة هاي منك الصبر وبرضو تشحن حالك بطاقة ايجابية ما ضل كثير يعني ضايل يوم 12 الشهر بعدين عطارت بنهي تراجعه يعني تأثيراته لغاية 15 الشهر وبعدها الاجواء بتصير ايجابية وبتدعمك بشكل قوي على المستوى الشخصي والنفسي وبتتحسن الامور عندك وبتصير الرؤية اليك اوضع اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني بتحمل بعض الفرص المالية اللي ممكن تيجي من عمل اضافي او هبات مساعدات دعم او نشاط مالي او تزديد فواتير يعني كلها تقريبا بتقدر تنجزها بشكل جيد ولكن قلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والحوارات والنقاشات والتسويق وبرضو ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار خلال هذا اليوم اهم اشي انك تستغل الايجابيات من الامور اللي احنا ذكرناها لانها بتدعمك فممكن تحصل منها كثير من المزايا الجيدي اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت برضو اشايف انا اليوم انه فيها نوع من انواع الايجابية برضو بتشحنك بطاقة كبيرة يعني بتقارب ما بينك وبين افراد العائلة وممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تهتم بامور منزلية زي ترتيبات او مشتريات للبيت مثل اثاث مثلا او تهتم بتصليحات وفي منك راح يهتم بشاء عائلي العلاقة بنقاش حاد او موضوع بتعلق في احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو بيحمل نوع من انواع الايجابية وهذا بيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين الاحبة فممكن اليوم تفكر بالخروجة لنزوة او لخطوة ولكن بدك تنتبه انه القمر ما كانه في مناطق حساسة للك يعني في البيت السادس والسابع فبضعفك حاول انك تنتبه وما تغامر كثير بالحضوض خلال هذا اليوم ممكن يكون لك تعامل مع اخ او مع ابن بالتحديد او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا مثل يعني ما هو معتاد باليومين الماضيين انه كانت فيه نوع من انواع الضغوطات فكنا نحكي لكم انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون اهمال صحتكم لانه هو بركز على العمل وبركز على الصحة فبتلاقي التوترات كانت خلال اليومين على هدول الامرين اما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم اموركم المالية او الامور المشتركة فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم اهم شي انك تحافظوا على الهدوء وما ترتجي الكلام وما توجه ملاحظة لانه في الفترة هاي بكون دايما الخصم اقوى منك وما بيرحمك لانه انت باضعف طاقاتك فهي الفترة بتحملك ارتباط مهم او مصالحة مهمة او نوع من انواع التوافق ما بينك وبين الشريك او انها مشكلة كانت ما بينكم المهم حافظ على هدوء اعصابك وما تكون عدائي اما بالنسبة للبيت الثامن فبعضكم رح يكون له اهتمامات على مستوى الاموال المشتركة اللي هي الاموال اللي ما بتعود لك فممكن تفكر بقرض او بمساعدة او طلب المساعدة من اشخاص وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالتحولات او المصارف او الامور اللي الها علاقة في البنوك او الضريبة او التأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا روتينية لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بيبدأ في نوع من انواع الضغط فممكن تتوتر او تحتد او تعصب بسبب مسألة معينة او ممكن يجيك خبر من خارج البلاد شوي استفزك او تدخل احد الاشخاص مثلا اقارب ابن يدخل في شؤونك فشوي استفزك او يوترك ممكن قلق صحي برضو على احد الاشخاص ممكن يكون عندك دراسة فتتراكم الامور ويقل الاستيعاب عندك اهم ايش انك تركز بشكل جيد بالفترة هاي واثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة بدك تكون منتبه اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فما زال المريخ موجود فيه فعشان هيك منقول لك يعني بدك تدير بالك ما تشوه سمعتك ما تغامر ما تتجارة ما تدخل في اشياء بتخالف القوانين او فيها نوع من انواع المجازفات لانه اي شيء بشوه السمعة بالفترة هاي عليه علامة استفهام كبير وبالمقابل ما تتأخر عن دوامك عن عملك وما تدخل بنزاعات حادة ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل صحيح انه في ضغط بالعمل بالفترة هاي ولكن عندك قدرة على انجازه ان التزمت الهدوء ومسكت اعصابك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة برضو بتدعمك على مستوى الاصدقاء فبتحمل لك نوع من انواع التقارب او التلاقي ما بينك وبين احد الاصدقاء او ممكن تواصل صديق معك بشاورك او بطلب منك الحاجة في مسألة معينة او ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة مثلا اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء على مستوى بيت المتاعب جيدة فهي اللي بتدعمك على مستوى العمل وبتقدر تثبت جدارتك وفي نفس اللحظة بتكون ملفت للانتباه للاشخاص اللي بيشتغلوا معك فممكن تحقق بعض الانجازات على مستوى العمل وبرضو ممكن تطلع لك نتيجة لها علاقة بالفحوصات الطبية تكون لصالحك او تحسن صحي او ممكن يكون في اشياء لها علاقة باهتمام بصحة احد الاحبة برج الاسد بالنسبة لبيتك الاول انا شايف الاجواء تقريبا جيدة وكل ما اقتربنا لساعات المساء اكثر كل ما زادت ثقتك بنفسك اكثر وحيويتك ونشاطك خلال هذا اليوم اهم ايش انك تحافظ على هاي الطاقة الايجابية ما تخلي حد ينكد عليك او يشحنك بطاقة سلبية لانه الاجواء قابلة بانك انت تنشحن بطاقة سلبية بسهولة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء برضو على المستوى المالي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم ممكن تحقق بعض المكاسب او الارباح او يكون لك بعض الاهتمامات ممكن تنجز انجازات رائعة خلال هذا اليوم من مكاسب تجيك من عمل اضافي او مستردات مالية او هبات او مساعدات او ممكن تحصل على هدية مثلا اهم ايش انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات برضو عندك قدرة على الاقناع عالية جدا ولكن العصبية بتأثر وبتسيطر عليك باوقات معينة حاول انك تلجمها وما تخليها تسيطر عليك وتصير عصبي زيادة عن اللزم يعني هذا الحكي زي انا يعني شفتوما يعني انا مش عصبي في الفترة الماضية اه وانتو وبرضو بدك تهتم باشياء لها علاقة باخ او بجر اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء برضو جيدة وبتدعمك على مستوى البيت ممكن تعمل لك نوع من انواع التقارب العائلة او المصالحة او الاهتمام باحد الابناء او ممكن يكون لك اهتمام بتصليحات او ترميمات او مشتريات منزلية يعني تقريبا الاجواء العائلية يعني فيها نوع من انواع الايجابية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء مثل ما ذكرناها القمر المتواجد من الان لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتظل الرغبة عندكم بالتقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم وممكن اليوم تحمل لك بعض الاهتمامات تكون باحد الابناء او احد الاحباء زي احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالقمر رح ينتقل في ساعات الصباح للبيت السادس فعشان هيك بالفترة هاي بتكون تنتبهوا لانه رح يتراكم العمل عندكم اهم شي انكم ما تهملوا صحتكم حاذر من التعب الصحي او من تعب جسدي بمنعك من اداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية او الشخصية الطارئة او تشعر بالتوتر اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة تقريبا يعني بدعمك بشكل قوي بيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك او ممكن تهتم ببعض المسائل اللي انها علاقة بشراكتك المالية او العاطفية يعني ما بين الازواج اهم شي انك ما تعصب اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة فبتحمل لك بعض المسائل اللي علاقة بالاموال فممكن انه تهتم بصراف مثلا بتحويلات بدعم بقرض بهبات مساعدات طلب الحاجة او حاجة تطلبها من اشخاص لمساعدتك او مساندتك في بعض الامور وممكن يكون بعضك تعامل على مؤسسات مالية زي بنك او ضريبة او تأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء برضو جيدة على مستوى البيت التاسع وهي اللي بتعطيك شوية نشاط او بتعطيك قدرات على تحمل اجواء صعبة مثل التنقلات والحوارات والاتصالات مثل النقاشات مثلا ممكن تناقش مشروع خلال هذا اليوم او فكرة معينة او تاخد دورة تعليمية او تثقيفية او تهتم بدراسة موضوع معين اهم ايش انك ما تعتمد على الحضوض ويعني تحاول انك انت تتعب على نفسك شوي عشان تكون الاشياء ايجابية وما تندفع وتتهور اثناء قيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة خلال اليوم يعني التصاعدي الان ايجابية بيت السمعة فهو بيساعدك على مستوى العمل وبساعدك على مستوى سمعتك فممكن اليوم تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة بمساعدة زميل رئيسك بالعمل او تنجز موضوع معين بمساعدة احد الاشخاص المسؤولين اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد جدا فهو ما زال بدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك وممكن تحصل بعض المكاسب او الثقة من بعض الاصدقاء او يدعموك في مسألة معينة ممكن تتعرف على اشخاص ذو منصب او ذو رتبه او اشياء يعني لهم يعني تواجد اجتماعي عالي بالفترة هاي وممكن برضو تطلب مساعدة من احد الاصدقاء لانجاز بعض الامور اللي بتهمك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ما زالت ضاغطة عشان هيك دائما منحكيها ومن نكررها ومن ضل نكررها ورح نضل نكررها الفترة القادمة انه ما ترهق حالك كثير حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول انك تأخذ قصد كافي من الراحة ما يترهق حالك كثير ممكن تتعطل بعض المسائل عندك بشكل مفاجئ فما تزعل ما تأخذ على بالك يعني حاول انك انت تمشي هاي الفترة بكل ايجابيتها وبرضو بتحملك نوع من انواع القلق اما على موضوع صحي بتعلق فيك او على صحة احد الاحبة يعني تراجع عطارد اللي رح يظل لغاية يوم 12 الشهر وبعديها تأثيراته يعني اليوم 15 الشهر وبعديها الشمس يعني بتحركها يوم 20 الشهر 21 الشهر بتنتقل لعندك بتبلش الاجواء تتحسن بشكل يعني تصاعدي وبشكل ايجابي ولكن هاي الفترة حكينا انها صعبة لغاية هاي التواريخ برج العذراء بالنسبة لبيت الشخصية بيتك الاول انا شايف الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا النهار فثقتك بنفسك عالية وممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات الشخصية او التجميلية او اشيء لعلاقة بالازياء او بالهندام او قصة شعر او اشياء من هذا القبيل وبرضو عندك رغبة بالتغيير فهاي بتدعمك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني تقريبا بعطيك بعض الاشياء الايجابية اللي بتساعدك في الامور المالية ممكن ترتيب حسابات او تحصيل على مبالغ مالية بتيجي من عمل اضافي او دعم او هبات او مساعدات او مستردات مالية ولكن الاهم انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات والحوارات وممكن تكثر عندك الاتصالات بشكل كبير وممكن تتنقل من مكان لمكان ويكون لك اهتمامات برضو في امور الها علاقة بالتسويق او طرح الافكار اللي ممكن تلاقي ناس تستقبلها اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء يعني زي ما حكينا انه القمر لغاية ساعات الصباح في بيت البيت فعشان هيك بتظل الامور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بنتقل القمر بصير في بيتك الخامس عشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معاهم او مصالحتهم ممكن تفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة خلال هذا اليوم ممكن تتلقى اشارة ايجابية هاي فرصة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد العواصف اللي عصفت في خلال الفترة الماضية اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية خلال هذا النهار او مراجع الطبيب او ادوية فيه برضو اهتمامات على مستوى العمل ممكن تفكر في عمل جديد او طرح مثلا مقابلة او اشياء لها علاقة بالعمل بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء برضو روتيني اليوم يعني ما فيها الاشي الاجابي او السلبي فبتتعاملوا بينكم وبين الشركاء بشكل روتيني يعني بينكم وبين الازواج او بينكم وبين شركاء المال بشكل روتيني بدون لا ايجابية ولا سلبية اما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت امور الاموال المشتركة فيها نوع من انواع الضغط تضغطك بشكل سلبي فهاي بتراكم عليك المسائل البنكية او القانونية او امور العلاقة بالحسابات او قروض ديون يعني فيه فيه نوع من انواع الخربطة على مستوى الاموال المشتركة بالفترة هاي ممكن حتى صدامات ما بينك وبين افراد العائلة على موضوع العلاقة بالميراث فحاول انك انت ما تتحايل ولا تتلاعب بالقانون لانه المريخ رح يدفعك لهاي الامور وفي المقابل ممكن انت تخسر اشياء كثير بسبب هذا الموضوع اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء يعني تقريبا بنقدر نحكي فيها نوع من انواع التقلبات في منكم رح تكون الاوضاع عنده ايجابية بشكل كبير بالتواصل والاتصالات وخصوصا البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونية او معاملات او اشياء له علاقة بالاقامة بالهجرة او مواضيع لها علاقة بالسفر او اشياء لها علاقة بامتحانات مثلا مناقشة مشاريع في ناس رح تكون عندهم ايجابية وفي ناس رح تكون عندهم سلبية ما في حل وسط بين الامرين اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة جيدة فبتدعمك في بعض المسائل وممكن تحقق بعض الانجازات الجيدة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعامل مع زميل مثلا او مع رئيسك بالعمل او عمل جديد مثلا وتعزز مكانتك فيه اما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على مستوى الاصدقاء فعشان هيك الفترة هاي بتحملك نوع من انواع التوتر في علاقاتك مع الاصدقاء فممكن تزعل من تصرف صديق او من اهتمام صديق مثلا بقل او بتطلب مساعدة من صديق ولكن بخذلك او ممكن انه شوي تحس انه في صديق بحاول يفرض سلطته عليك او يدخل في شؤونك فهذا الاشي بيستفزك اكثر اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك اهتمامات صحية او اهتمامات لها علاقة بالمكملات بالغذاءات بطعام جديد او اشياء من هذا القبيل ولكن الاهم انه ممكن يكون لك اهتمام بصحتك او بصحة احد الاحبة بشكل مفاجئ برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الاول تقريبا نقدر نحكي انه في نوع من انواع الايجابية يعني شوي بشحنك في بعض المسائل يعني بتحس حالك شوي يعني اليوم تكسر القاعدة ممكن تنشحن بطاقة ايجابية او انه يكون عندك ثقة بنفسك اكثر ممكن شوي هيك ترغب بنوع من انواع التغييرات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى المالي فممكن نتحقق بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن بالمقابل بتطلب منك الحكمة والصبر وعدم التسرع في المصاريف المالية او الاسراف في اماكن مش مدروسة اما بالنسبة للبيت الثالث طبعا القمر موجود فيها لغاية ساعة الصباح فعشان هيك ممكن تنشطه في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات وممكن يكون لكم تعامل او تعاون مع اخ او جار ولكن برضو بدك تنتبه من التسرع او من الحركة او من الاعطال الها علاقة بالسيارة او بامور الها علاقة بالتليفونات او الاجهزة الالكترونية وبرضو بدك تهتم بعصبيتك انك ما تعصب وما تمفعل في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الرابع وهي زاوية التربيع معاك فيعني شوي ممكن يخلي اهتماماتك لها علاقة هو رح يكون الاهتمامات كلها بالاجواء البيتية والعائلية يعني رح تفضلوها او تعملوا نوع من انواع التقارب اهميش انك تلطف الاجواء العائلية الضاغطة لانها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد خصوصا بالالتزامات المهنية الفترة هي بمعنى اخر بدك تهتم بعائلتك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الامور العاطفية فهي بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين احبائك يعني ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء او ما بينك وبين احد الوالدين وبرضو ممكن تفكر في تغييرات بتتعلق بالمظهر او بالنفسية اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة شيئا ما على مستوى العمل صحيح انه ممكن تعمل نوع من انواع الارباك او التقلبات او انها تتراكم عندك بعض الاعمال او انك تستفز بسبب تصرف من احد الزبائن مثلا او خلاف ما بينك وبين احد الاشخاص على مسألة بتتعلق في العمل اما بالنسبة للوضع الصحي فبدك تراقبه بشكل مباشر وبشكل قوي خلال الفترة هاي وبرضو بدك تنتبه لغذائك ولا راحتك ولا ادويتك اما بالنسبة للبيت السابع فعشان هيك احنا بنقولك دائما البيت الاول يعني متقلب بسبب تواجد المريخ اللي مقابلك مباشرة فهو بشحنك بطاقة اللي تقارب ما بينك وبين الشريك او ما بين شريك العاطفي ما بين الازواج ولكن بالمقابل بعمل نوع من انواع الحدية او الاختلاف بوجهات النظر والعصبية وبسحب من طاقتك عشانيك بتأثر على البيت الاول وهو بيت الشخصية بدك تنتبه من عصبيتك وردات فعلك اثناء تعاملك مع الشركاء اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء الروتينية على مستوى الامور المالية فممكن بعض كويهتم ببعض المسائل المالية المشتركة زي امور الها علاقة باموال ما بتعود لك او تحصيلات اموال لا اليك او امور الها علاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين بشكل مباشر اما بالنسبة للبيت التاسع فهو قوي جدا وبيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمؤسسات تعليمية او الرغبة في اخذ دورة او لغة او الاهتمام بدراسة معينة او الامور الفلسفية الدينية او دورة في اي مجال تعليمي حتى لو كان تجميلي كلها هاي الامور بتساعدك بالفترة هاي وابتدعمك بقوة حتى على مستوى مناقشة امتحاناتك او امتحاناتك الجامعية اما بالنسبة البيت العاشر فالاجواء برضو متقلبة على مستوى بيت السمعة فعشان ايك منقولك ما تشوه سمعتك وما تدخل باشياء فيها مخالفة للقوانين وبدك تحترم الموعيد وتحترم علاقاتك العامة وبرضو في المقابل ما تحاول انك تتدخل بشؤون غيرك في منك وراح يكون في نوع من انواع الحدية بالطباع مع زميل او مع رئيسه بالعمل او مع احد الاشخاص او مع شيء بتعلق في مكان عمله اما بالنسبة لبيتك احداعش بيت الاصدقاء فهو جيد وبيدعمك على مستوى اصدقائك فبيحمل لك تقارب او تلاقي او مساعدة من بعض الاصدقاء او زيارات او ممكن انت تنشط بزيارة زيارات الاصدقاء بالفترة هاي او ممكن انت تبادر بامور بالعكس ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة او لقاء سعيد اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ضاغطة على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك منقول لك ما ترهق حالك بالاعمال راقب صحتك اهتم بغداءك وخذ قصد كافي من الراحة ممكن الفترة هاي تحمل لك نوع من انواع الوسواس او القلق على احد افراد العائلة برج العقرب بالنسبة اليوم نفسيا انت مرتاح اكثر وبرضو مشحون بطاقة ايجابية عالية وعندك رغبة باحداث بعض التغييرات على المستوى النفسي ممكن انه تاهتم بامور تجميلية او بامور الها علاقة باللباس او مشتريات جديدة اما بالنسبة للبيت الثاني فبالنسبة للقمر موجود في البيت الثاني راح يظل لساعات الصباح فعشان هيك بفيه بتحملك بعض المكاسب المالية او الاهتمامات المالية اللي ممكن تيجي من عمل اضافي او هبات او مساعدات او دعم او هدايا ولكن من جهة ثانية بتصير فيه نوع من انواع المصاريف او الاهتمام بالمشتريات او الاهتمامات المالية اللي ممكن يكون منها نوع مرهق بالنسبة لالك من ساعات الصباح طبعا القمر راح ينتقل للبيت الثالث لالك فعشان هيك راح تنشطوا او تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الفترة هاي مهمة للتواصل مع المجتمع اللي اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل او تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة او ممكن تحملك سفر من مدينة لمدينة يعني الفترة هاي فيها نوع من انواع الايجابية او اتفاق او مصالحة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على المستوى البيت تقريبا تحدث بعض يعني النقاشات او الحدية او الاهتمامات العائلية اللي لها علاقة اما بالبيت او بالعائلة بتركيز كبير فممكن تحملك نوع من انواع التقارب او المصالحة او النقاشات الحادية في مسألة معينة فانت يعني شوي تحتد وتعصب اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي الاجواء جيدة بتدعمك فالفترة هاي بتحمل نوع من انواع التقارب او التواصل او التراسل مع احد الاحبة يعني حبيب غرامي او حبيب ابن او احبة مثل اب او ام وبرضو بتحملك نوع من انواع الرغبة في الخروج او تغيير بالجو اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن الاعمال تكون مرهقة لالك او يتوكل لك اعمال كثيرة او تدخل بخلافات او نقاشات حادة على مستوى العمل بدك تدير بالك وجزء منك رح يهتم بشؤون صحية او ممكن يشعر ببعض التقلبات او بوضع صحي شوي يكون بحاجة للرعاية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء متقلبة على مستوى تعاملك مع شريك المال او فمنك رح تكون الاجواء جيدة وانسجام عالي جدا ما بينكم وفيه منك رح يكون فيه نوع من انواع المشاحنات او فتح ملفات قديمة او نقاشات حادة فممكن تطور الامور بشكل سلبي اذا ما انتبهت لهذا الموضوع اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تدعمك على مستوى الاموال المشتركة يعني امور الها علاقة بالقروض او الديون او ترتيبات مالية او مكاسب مالية من اموال ما بتعود لك بتفتح لك مجالات قوية فممكن برضو تهتم بامور الها علاقة بالبنوك او الضريب او التأمين او امور الها علاقة بالميراث برضو بتدعمك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الاجواء ضاغطة فهي بتسبب لك نوع من انواع التوتر اما على شخص خارج البلاد او اه تعطل امور الها علاقة بالسفر او مواضيع الها علاقة بالدراسة الجامعية او الاكاديميات الدراسية او التعليمية شوي بتكون الامور مربكة عندك بتدفعك لشوي انك تصاب بالاحباط من بعض المسائل وممكن تلاقي حتى الاستيعاب عندك ضعيف بالفترة هاي على مستوى الدراسة يعني انك بتدرس بتدرس ولكن مش قادر تحفظ اه يعني التركيز بكون عندك ضعيف بالفترة هاي ممكن تحمل لك نوع من انواع القلق اثناء التنقلات على الشوارع المفتوحة او باثناء السفر من مدينة لمدينة شوي تكون الامور مربكة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى السمعة وهي بتدعمك شيئا ما على مستوى عملي جديد او علاقاتك على مستوى العمل وبتدعم من علاقاتك مع زملائك او رؤساك بالعمل يعني بمعنى الامور صارت مختلطة ما بين البيت العاشر لالك وما بين بيتك السادس اللي له علاقة بالعمل هذاك بيعملك توتر وهذا بيعملك تقارب فعشانك بتنقسم على حسب وضعك الاجتماعي وعلى حسب طبيعة عملك وممكن تستغل بعض العلاقات لانجاز بعض الامور المهمة اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء على مستوى بيت الاصدقاء اليوم فيها نوع من انواع الضغط فهي بتشحنك بنوع من انواع العصبية اما انك بتنزعج من اتصال احد الاشخاص او ممكن انه اه شخص يستفزك مثلا في موضوع معين او مثلا اه مكون في جمعة او لقاء عند اشخاص وانت ما يتم دعوتك ممكن يتم دعوتك وتسمع انتقاد او كلام لاذع فهذا الاشي يستفزك ممكن خلاف ما بينك وبين احد الاصدقاء برضو يكون في هذا النهار اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا روتينية يعني بمعنى اخر بتقدر تنجز الاعمال الضرورية والمهمة ممكن تهتم بصحتك بغذائك براحتك وممكن يكون لك الاهتمام باحد المقربين لا اليك او احد احبائك برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الاول شوي فيه نوع من انواع الضغوطات يعني هي نوع من انواع الافكار السلبية او الخوف او التردد او التقلب بالمزاج بسيطر عليك خلال هذا اليوم فبدك تحاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان يعني رغم انه القمر موجود عندك يعني بعطيك نوع من انواع النشاط والقدرة على انجاز كثير من المشاغل الا انه انت عندك رغبة بانك تشحن حالك بطاقة سلبية فبدك تحاول تتجاوز هاي المرحلة طبعا الاهتمامات رح تضل على المستوى الشخصي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بنتقل القمر للبيت الثاني فعشان هيك بتهتموا باعادة تنظيم ميزانيتكم اهمش انك ما تغامر باموالك هاي فترة حذرة ماليا ويعني ومعنويا فاهمش انك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة هاي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بامور العلاقة بالمصريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ضاغطة على مستوى العصبية فعشان هيك باثناء تنقلاتك وحواراتك نقاشاتك العصبية بتطغى عليك ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار خلال هذا النهار ولكن زي ما حكينا ما بدك عصبية اللي عنده امتحان او مقابل اليوم ديستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت الروتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ماشي في لحظات ممكن يصير لك اهتمامات باحد الافراد العائلة او موضوع او نقاش ولكن هاد بكون على مستوى روتيني ولكن طالما انت مسيطر على عصبيتك طالما الامور جيدة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء المستوى العاطفي هي اللي بتشحنك بطاقة ممكن انه تكون عندك رغبات عالية جدا او تحركات كثيرة جدا او اشياء لها علاقة بالتواصل مع الحبيب او الاحبة او علاقة غرامية جديدة ولكن بالمقابل بدك تركز انت وما تندفع وما تتهور بالاتجاه العاطفي ممكن يكون لك تعامل مع احد الابناء او مع احد الاحبة او احد الوالدين ولكن زي ما حكينا انه حاول انك تضبط او تسيطر على غرائزك بالفترة هاي وعلى عصبيتك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا تحمل بعض الاجواء الجيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم او تعمل عمل جديد او بداية لمشروع جديد او فكرة جديدة وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالشراكة فبتحمل لك نوع من انواع التقارب او التلاقي ما بينك وبين الشريك وممكن يكون في بعض الاهتمامات الجيدة للتقارب او المصالحة او تراجع عن قرار سابق او تطوير علاقة لمرتب اعلى او اشي يكون الو علاقة بالزواج اما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الاجواء على المستوى الاموال المشتركة ضاغطة فهي بتسبب لك نوع من انواع الارباك ما وضيع لها علاقة بالتزامات او ديون او ميراث او بنك او ضريبة او تأمين يعني هاي شوي بدها تكون مركز فيها بشكل جيد او انه مطالبات عليك بمستوى عالي من من الضغط بالفلوس اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمسائل تعليمية او ثقافية او دورات او دراسة او الاهتمامات بالفلسفة بالدين بالنقاشات كلها هاي بتكون جيدة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بشكل جيد بتقارب ما بينك وبين بعض الاشخاص اللي بيدعموك وممكن يكون لك تعامل مع زميل او مع رئيسك بالعمل لانجاز بعض الاعمال اللي بتطلب منك انك انت تركز فيها بشكل جيد ومصلحتك بتكون من خلالها اما بالنسبة لبيتك احد عاشر فهو بيدعمك على مستوى علاقاتك واصدقائك وبيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الاصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او رغبة بالتقارب من بعض الاصدقاء او التلاقي او مثلا موعد او مثلا مرافقة بينك وبين صديق للخروج وتغيير الجو اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء روتينية يعني بمعنى اخر بتنجز اعمالك وبتهتم بصحتك بشكل روتيني وممكن يكون لك اهتمام بصحة احد الاحبة برج الجدي طبعا رح نبدأ من البيت اتناعش لانه بما انه اول اشي القمر موجود فيه معناته الفترة هاي بتظلها ضاغطة يعني بمعنى اخر لغاية ساعات الصباح بظل التعب مسيطر عليكم بتفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم بتحس بنوع من انواع التوتر وممكن تحملك بعض القلق الصحي ولكن من ساعات الصباح القمر بصير موجود في البيت الاول فعشان هيك بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك ممكن تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع او خطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق والفترة هاي بتحملك برضو خبر سار اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى الامور المالية فممكن تحملك بعض الفرص اللي ممكن تحقق منها بعض المكاسب او الاهتمامات المالية وممكن تجيك على شكل عمل اضافي او من هبات مساعدات دعم استرداد لحقوق لا اليك او اموال لا اليك بترجع لك او هدايا اهم شي انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني شوي فيها نوع من انواع الايجابية بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاش من ساعات الصباح تقريبا الاجواء بتصير احسن يعني عصبيتك بتخفي شوي ممكن تتردد في بعض المسائل او ما تمتلك الشجاعة الكاملة بالفترة هاي لانجاز موضوع لانه لسه القمر ما استقر بشكل جيد اللي يدعمك بقوة ولكن انا بقولك انه الفترة مناسبة انطلق وناقش وحاور ولكن بدون عصبية بتنجح وبتحقق انجازات رائعة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت ما زال فيها نوع من انواع التوتر هاي بتحمل نوع من انواع الخلافات او ردات الفعل السلبية ما بينك وبين احد افراد العائلة ممكن توتر يكون يعني شوي مصحوبة عصبية شوي ما تحاول تفرض سلطتك او سيطرتك على افراد العائلة عشان ما تخسرهم وبالمقابل ممكن يكون في اعطال منزلية او اهتمامات عقارية مثلا تكون بشكل كبير وفيها منفع للك انها ركزت فيها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة على المستوى العاطفي بتحمل لك نوع من انواع التقارب العاطفي او التقابل ما بينك وبين الحبيب او الاهتمام بمسألة الها علاقة باحد الاحبة يعني ممكن الحبيب نفسه ممكن احد الابناء او احد الوالدين وممكن برضو يكون لك اهتمامات بامور الها علاقة بالتجميل اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى العمل فعشان هيك ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك اهتمام بعمل ما او انجاز بعض الاعمال خلال هذا اليوم بشكل جيد وممكن يكون لك بعض المراجعات الطبية او الاهتمامات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الظروف ضاغطة على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك بدك تدير بالك من اي خلافات ممكن انها تصير ما بينك وبين شركاءك شريك المال او شريك العاطفة ممكن تفتح توتر او جدال او امتعاض او هيك زعل من تصرفه او اهماله او تسرعه بالقرارات او استثناءك من المشاركة باتخاذ القرار اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن تفتح لك بعض المجالات لتحصيل بعض الاموال اللي بتيجي عادة من عمل اضافي او بتيجي عن طريق اموال مشتركة الى علاقة بقرض مساعدة دعم بتدعمك بقوة وبتسهل عليك بعض الامور وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي الى علاقة ببنك او ضريبة او تأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا تحمل بعض الاخبار اللي مش جيدة من خارج البلاد ممكن يجيك اتصال يستفزك او موضوع مثلا يعني هيك ياخذ اهتمامك او فضول او تدخل بعض الاشخاص اللي خارج البلاد بحياتك ممكن يسيق لك ممكن مشكلة معينة تحاول انك انت تحلها يعني بتندمج فيها في منك رح يهتم ببعض المسائل التعليمية او العلمية او الدراسة او النقاشات او الحوارات خلال هذا اليوم وخصوصا بالامور الدينية والفلسفية والثقافية ولكن بالمقابل يعني بدك تركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة والعمل فممكن تعزز من سمعتك وممكن يكون لك نوع من انواع التفاهم ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة برضو بتعمل نوع من انواع التلاقي ما بينك وبين الاصدقاء او التقارب وممكن تهتم بصديق بشكل مباشر وممكن برضو تهتم بشؤون الها علاقة بلقاء او تعاطف او دعوة او حضور حفلة او مناسبة او لقاء بجمعك باصدقائك اما بالنسبة لبيت المتاعب يعني تقريبا نقدر نحكي انه الاجواء مثل ما ذكرناها في البداية انه بتظل الاجواء ضاغطة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الامور بتصير ايجابية اهميش انك تنتبه على وضعك الصحي لغاية ساعات الصباح بعدها الامور بتكون لصالحك برج الدلو بتظل الامور جيدة على المستوى النفسي وبتظلك مشحون بطاقة ايجابية لغاية ساعات الصباح من بعد ساعات الصباح ممكن شوي تحس بنوع من انواع الاضطراب او الاكتئاب او الضغط او بتميل حياتك للوضع الروتيني ممكن تشعر ببعض التعب او الارهاق او امور الها علاقة بالتقلب بالمزاج اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا يعني منقدر نحكي انها بتحمل بعض المساعدات او بعض الفرص المالية او بعض الاهتمامات بالمسائل المالية ولكن بالمقابل بتكثر عندك المصاريف او الدفعات بالفترة هاي بدك تركز بشكل جيد وقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني برضو حملة نوع من انواع الضغط والعصبية والحدية خلال هذا النهار وكل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما زادت الحدية اكثر حاول انك تمسك اعصابك ما تعصب ما تنفعل صحيح انه انت عندك رغب للنقاشات والجدالات بالفترة هاي ولكن العصبية بتخرب كثير من الامور اذا عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس وتستعد وتركز وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت فممكن تعمل نوع من انواع التلاقي او تقارب ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تظهر بشكل مفاجئ بعض المسائل العائلية او النقاشات او الحوارات اللي شوي ممكن تستفزك ممكن تهتم ببعض الاشياء العملية مثل تصليحات او ترتيبات او اهتمامات باحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس الاجواء جيدة جدا على المستوى العاطفي وبتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين الاحبة وخصوصا ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين وممكن تحقق بعض الاشياء ويدعمك الحظ في بعض الامور اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء ضاغطة على مستوى العمل ما زالت مربكة بتسبب لك نوع من انواع الارباك اما تراكم العمل او توقف العمل او الخوف والقلق على مسألة الى علاقة بالعمل يعني شوي بتسبب لك نوع من التفكير النشط اما بالنسبة للوضع الصحي فهو متقلب وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما زاد القلق الصحي حاول اذا شعرت باي شيء غير اعتيادي انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وبيدعمك وبقارب ما بينك وبين الشركاء فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية او بالتعاون معهم وممكن تتلاقوا على مسألة معينة او خطة نجاة بسبب الضغوط اللي انتو مارين فيها بالفترة اما بالنسبة للبيت الثامن الاجواء تدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين شركاء مال او ممكن انه يعني تيجي فرصة لنوع من انواع الدعم المالي او المساعدات المالية ولكن من ساعات ما بعد الظهر ممكن يعني يصيبك نوع من انواع الاحباط او يجيك خبر بتأجيل او يعني الى علاقة بالتقلب بالامور المالية المشتركة اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة يعني في امور مثلا دراسة امتحان مؤسسات تعليمية نقاشات سياسية مثلا فلسفية امور الها علاقة بالاستراد بالتصدير كلها هاي ممكن يكون فيها نوع من انواع الضغط اما بالنسبة للبيت الرعاشر فهو بيدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك نوع من انواع التعامل مع زميل او مع رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بظل غالب عليكم النشاط بين الاصدقاء لغاية ساعات الصباح او اللقاءات او الدعوات او ممكن التواصل من ساعات الصباح القمر بنتقل لبيت متاعبكم فعشان هيك بتلزمكم الفترة هاي بالانتباه اكتر لصحتكم بتكون تجنبوا اتخاذ قرار حاسم ومهم لانها فترة فارغة وفاشلة حاذر من الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر بعض او يتأخر بعض اعمالك برج الحوت بالنسبة للبيت الاول عندك الامور على المستوى الشخصي شوي روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح ممكن تنشط في بعض الامور او التغييرات او اللقاءات او تحاول انك تغير من الجو شوي او تشحن حالك بطاقة ايجابية اكبر اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف ضغوط مالي اليوم او مصاريف او التزامات او نوع من انواع التوتر المالي بصير عندك ممكن كثرة المطالبات او كثرة المشتريات او كثرة الالتزامات صحيح انه ممكن تحصل بعض الاموال خلال الفترة هاوي او يجيك نوع من انواع الدعم ولكن بالمقابل مصاريفك اكثر اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات وبرضو على مستوى النقاشات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع ممكن في لحظة بس انك تفقد السيطرة وتعصب او تحتد في بعض المسائل امسك اعصابك اذا عندك امتحان او مقابل اليوم بدك تستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد وبيدعمك على بعض المسائل اللي لها علاقة بالتقارب العائلي او اللقاء العائلي او الاهتمامات العائلية او نقاش عائلي او مشتريات بيتية او التزامات او ممكن اليوم تنجز بعض الاعمال اللي لها علاقة بالبيت زي اهتمام بدكور بتغيير بشون العقارية كلها هاي بتدعمك بشكل جيد وبرضو بتطور من وضعك العائلي وممكن يكون في مفاجأة على المستوى العائلي خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط على المستوى العاطفي فعشان هيك بسبب لك نوع من انواع التوتر العاطفي او القلق او الحدية بالطباع او المزاج او التقلب وممكن تدخل بمواجهات او نقاشات مع الحبيب او مع احد الاحبة مثل الابناء او احد الوالدين بدك تكون حذر من هاي النقاط اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالشؤون الصحية زي مراجعة الطبيب او اخذ ادوية او يعني اخذ احد الاحبة للطبيب اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الشراكي وبتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تحلوا مسائل مشتركة شريك المال او شريك العاطفة ولكن بتكون تحذروا في ساعات المساء من ردات الفعل السلبية او النقاشات الحادة او العصبية في بعض المسائل اما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على مستوى الاموال المشتركة فما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني اهتماماتكم على كل الامور المالية المشتركة بتكون على حسب طبيعتكم بنك ضريبة تأمين ميراث مستردات مالية على حسب طبيعتك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء شوي فيها نوع من انواع الضغط على مستوى الاتصالات البعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او مسائل تعليمية او ثقافية او امتحانات بتطلب منك جهد زيادة ممكن تدخل بنقاشات سياسية او دينية مثلا وتنفعل فيها حاول انك تمسك اعصابك اما بالنسبة للبيت العاشر فالقمر موجود فيه حتى ساعات الصباح فعشانيك بنقولكم حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل تحديدا لغاية ساعات الصباح بعدين القمر بنتقل لبيتك 11 تلتقوا الاصدقاء حاول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا او عائليا ممكن تكثر خلال هذا اليوم الاتصالات والموعيد اما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد بيدعمك على انجاز بعض الاعمال وممكن يساعد في اهتمامك بنفسك اكثر او بصحتك او تهتم ببعض الشؤون اللي الها علاقة بصحة احد الاحبة ممكن مرافقته لمستشفى او زيارته يكون هو مريض مثلا او تهتم انت بصحتك شوي طبعا قبل ما نصل للنهاية حابب اسمعكم الاجواء اللي انا بكون فيها اثناء تسجيل الحلقة كيف بتكون الاجواء حوالي اللي بتخلي الحلقة تاخذ معي اكثر من ساعتين ونص لثلاث ساعات وانا بسجل فيها اسمعوها بدون مونتاج ومكساج والاهتمام عشان شوفوا كيف الحلقة بتطلع معكم بالصورة اللي انتو بتسمعوها وبالاساس ايش اللي بكون وراي انا وانا بسجل في الحلقة اللي بنزعج يطفي واللي بحاب يكمل ويقول لي الله يعينك ويدعي لي برضو يسمع بقية نعم 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 ذهكري بقية قليل نعم م يا رباليوه 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 يا رباليو يالله تعالي يالله تعالي اكل الله مصر كيله تعالي اكل الله مصر كيله تعالي أسوالي تعالي حليل تعالي اكل الله مصر كيله تعالي يالله الممي البلدية بلدية الممية يالله الممية يالله يا ممي البلدية يالله الممية يالله الممي البلدية يالله العلام اشتركوا في القناة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة